الاستعدادات الأخيرة يعني قبل ساعات بسيطة من بداية المباراة فاروق صلاح زمنا جاهز طبعا من الجونة يكلمنا عن يعني برنامج الفريق النهاردة واستعداداته لمواجهة الجونة المباراة اللي هتبدأ كمان ساعتين ونص تقريبا فاروق مساء الخير كل التحية لك زميلي أحمد دسامير وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة قناة الناد الأهلي في كل مكان من هنا من الجونة وبالتحديد من مقر إقامة تفريق للناد الأهلي وآخر استعدادات تفريق للناد الأهلي للمواجهة الصعبة ليمأكد على كلامك زميلي أحمد اللي قلته مواجهة في غاية الصعوبة للناد الأهلي مواجهة فريق الجونة اللي في موقف صعب جدا والمباراة بالنسبة له تعتبر طوق نجاة وسلسة نقاط في غاية الأهمية سواء للناد الأهلي أو لفريق الجونة وده بيزيد من صعوبة اللقاء أيضا الوضع أو الموقف اللي فيه فريق الجونة وأنه بيعاني من شبح الهبوط وفي صراع مع فرق الإسماعيلي والمقصة والمقولون للعرب وقش ريال الدخان أعتقد في موقف صعب جدا بيزيد من صعوبة اللقاء أيضا زميلي أحمد أنت أكدت طبعا على أهمية أنت تكسب المباراة المؤجلة علشان تقربك من درع الدوري ده بيزيد من صعوبة اللقاء أيضا في ظل الغيابات للناد الأهلي طبعا النهاردة بيفتقد لتسع لعبين من أهم العناصر السية عند الناد الأهلي مؤخرا طبعا بيغيب عنه تلات لعبين شاركوا في اللقاء الأخير أمام فريق بترجيت محمد عبد المنعم طبعا لتراكم الإنذارات حسين الشحات وياسر إبراهيم للإصابة لكن النهاردة بنشوف طبعا بيعود يكون موجود محمود متولي موجود محمد أشرف الزير الأيسر للعب الفريق شباب الناد الأهلي تقدي يعني مستر ريكاردو سوارش زميلي أحمد بالأمس كانت التمرين أو المران الأخير الفريق للناد الأهلي على ملعب مختار تيتش قبل المران كان عقد محاضرة بالفيديو مع اللعبين طبعا شرح من خلالها أهم يعني النقاط الخاصة بفريق الجونة وبعض المباريات وأتكلم على أنه واحد من الفرق اللي بتجيد اللعب أمام الناد الأهلي نبع على اللعبين ضرورة عدم النظر لموقع فريق الجونة في جدول الترتيب الحماس اللي عند اللعبين زميلي أحمد والتركيز اللي احنا شايفينه فيه عيون لعب الناد الأهلي إن شاء الله يقول أن اللعب النهاردة مركزة إن شاء الله أنها تحقق الانتصار وعارفين قيمة وأهمية هذه المباراة النهاردة يوم لعب الناد الأهلي زميلي أحمد كان اللعبون تناولوا وجبة الإفطار في تمام الساعة 11 صباحا ثم وجبة الغداء في تمام الساعة الثالثة يعني خلال دقائق أو لحظات تكون المحاضرة الفنية لمستر ريكاردو سواريش المدير الفني للناد الأهلي اللي يعني عقب وجبة الغداء جمع وجلسة مع أفراد الجاز الفني بالكامل يعني الكابتن سايد والكابتن سامي والترتبات الأخيرة الخاصة بها زي المباراة عايزة أطمنك أيضا على حالة الجو حاليا أنت بتكلم في درجة الحرارة ما بين 34 ل 36 درجة مقاوية مع ارتفاع يعني نسبة في درجة الرطوبة وجود استقبال وحفاوة بالناد الأهلي هنا في مقر إقامة فريق للناد الأهلي أتوقع يعني من اللي احنا لمسينه أن استاد خلد بشارة هيكون مليء بجماهير الناد الأهلي اللي كانت حريصة أنها تكون موجودة بالأمس الحضور أمس واليوم لمسندة ومؤذرة الناد الأهلي طبعا دور جمهور الناد الأهلي زميل أحمد مهم جدا في الفترة الحالية وفترات الناد الأهلي على مدار تاريخه عايزة أطمنك أيضا على كافة الأمور الخاصة بالفريق ترتيبات الأمور التنسقية أو الحالة النفسية للعبين ودور الجهاز الفني في توفير كافة الأمور أو أنه يخرج من اللعبين أفضل الأمور النفسية والفنية في هذه المباراة أنا موجود معك زميل أحمد لو في أي استفسار أو أي تساوي أنا حابب أسئلك الحقيقة فاروق أنت عارف يعني إحنا بصين على مطش النهاردة ويهمنا طبعا يعني أم أعتقدش أنه عندنا رفاهية خسارة أي نقطة لقدر الله بتهايلي تلات نقاط النهاردة في منتهى الأهمية وخصوصا أنك أنت رايح من الجونة طاهب عندك بريك إلى حد ما نسبيا يعني كويس ممكن الجهاز الفني يستغله فيه أنه يخلي اللعيبة تلتقط أنفسها لكنت رايح بعد كده على مطشات ضربنار رايح على ثلاث مطشات المربعة دهبي رايح فيوتشر وبعد كده الزمالك بس الزمالك طبعا في كاس مصر فبالتالي برضو مهم جدا نسأل على اللعيبة اللي ممكن تكون بعيد ولو تواصلت مع دكتور أحمد أبو عبلة لو تواصلت مع الجهاز الطبي أخبارهم إيه مي ممكن يكون موجود معنا الفترة اللي جاية الإصابات الخاصة بالشحات وياسر أنا عارف النهاردة كامبوس أو محمد عبد المنعم قف بسبب الإنذارات فهو إن شاء الله من مطش فيوتشر هيكون جاهز لكن إصابات ياسر إصابات حسين الشحات ممكن تاخد وقت قدي وهل ممكن يكونوا جاهزين في فرصة قريبة أو إصاباتهم محتاج وقت طويل لا خليني زميلي أحمد أكد لك يعني مشان سيطمنك أيضا على أحمد عبدالقادر ومحمود وحيد طبعا أنت تعرف أن الألي بفقد هؤلاء اللعبين فذي المباراة لكن خليني أكد لك إن شاء الله على مباراة بيرامدز بإذن الله هيكون موجود كاف يعني انتظر طول خلال المباراة القادمة مباراة فيوتشر النادي الآلي هيستعيد حسين الشحات وهيستعيد ياسر إبراهيم هيكونوا جاهزين تقد يعني خلال يعني 48 ساعة يكونوا موجودين في المران النادي الآلي تتكلم على مباراة فيوتشر يكون يوم 12 هيكون اللاعبين جاهزين طبعا لمباراة فيوتشر لكن أقدر بقى أجزم لك الأمر بخصوص أحمد عبدالقادر ومحمود وحيد اللي طبعا هيكونوا جاهزين تماما للمشاركة في مباراة بيرامدز يعني بدءا من مباراة فيوتشر تبدأ تستعيد ياسر إبراهيم تستعيد أيضا حسين الشحات مع مباراة بيرامدز يبقى موجود أحمد عبدالقادر ومحمود وحيد أيضا ونتمنى طبعا ما يكونش فيه أي إصابات فيه فريق النادي الآلي خلال الفترة القادمة وأيضا يعني من ضمن برضو الأمور أطمنك أن يعني على مباراة إن شاء الله المباراة نهائية مباراة الآلي والزمالك بيرستها ويكون جاهز أيضا للمشاركة لي مع النادي الآلي في مباراة الزمالك اللي يكون يوم 21 سبعة تقدر تقولي أن أغلب العناصر أو اللاعبين المصابين الأقرب للعودة والمشاركة مع النادي الآلي خلال الفترة القادمة بإذن الله نتكلم على السياحة سريعا فاروق الدنيا إيه عندك وجونا فيها شغل وفيها ناس ولا الدنيا فاضية زميلة أحمد يعني أنت النقطة اللي هتكلم فيها عايز أتكلم أخذها من البداية يعني خليني أوجه التحية والشكر للدولة المصرية عايز أوجه كافة الشكر والمجهود المبزول للدولة المصرية والمشروعات يعني بنشوفها في طريقنا وأثناء التوجه إلى مدينة الجونة والطرق يعني خليني أفرض دلوقت لو وقتك يسمح دور كبير جدا للدولة المصرية وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومعالي دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على كم المشروعات يعني خليني أقولك أن إحنا أثناء توجهنا إلى الجونة كنا ماشيين في ساعات الأولى من اليوم اللي إحنا لمسينه مع الساعات الأولى كافة المشاريع وساعات العمل من الساعات الأولى كل العمال الجميع موجودة على مدار الطريق الجميع بيصابق الزمن مشروعات عملاقة بتشهادها الدولة المصرية يعني إحنا كنا حاسين بالفخر بأمانة زميل أحمد يعني في درجات الحرارة العالية لكن العمال الموجودين المهندسين الجميع بيصابق الزمن إن شاء الله الدولة المصرية بمشروعاتها بالإنجازات اللي موجودة زي ما قلنا بنوجه كل التحية للدولة المصرية على كم زي المشروعات والإخلاص اللي موجود من الساعات الأولى إلى جانب السياحة أنا شاف أن السياحة في الجونة ووجود عدد كبير جدا من الجنسيات يعني أتكلم فيه أسبان فيه طليان فيه ألمان فيه من أوكرانيا من أمريكا كل الجنسيات موجودة في الجونة وانت عارف أن الجونة واحدة من أهم المقاصد السياحية أيضا لكافة البلدان وأيضا إلى جانب بعض الجاليات الموجودين من الشعوب العربية طبعا من الوطن العربي سواء من الإمارات من السعودية من قطر طبعا أنت عارف زميل أحمد فكل التحية طبعا للدولة المصرية زميلي أحمد طبعا بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز فاروق صلاح من الجونة واحدة من أجمل الأماكن يمكن في الشرق الأوسط كله ترجمة نانسي قنقر